السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلو كل الهلة بكم اليوم رح نسوي اطيب حلاوة تمر عراقية رح تعتمدون الوصفة دائما وتزينون بيها مائدتكم برمضان فشنو كملوا الفيديو للاخير وشوفوا الوصفة شون الصير وان شاء الله رح تعجبكم قبل ما نبدي اذا كانت هذه اول مرة شوفون بيها قناتي فاتمنى تشتركوا بيها واتنورونه اذا حبيتوا الفيديو لا تنسونا تخلونا لايك من ايدكم الحلوة حتى تدعمونا اياه وتدعمونا القناة هسا حنقول بسم الله ونبدي في طريقة العمل في مقلات وعلى نار هادئة ضفت مكعب من الزبدة تقريبا 20 غرام من الزبدة رح نسيحها او نذوبها بهشكل هادة بعدين عندي هنا كيلو من التمر التمر هذا طبعا فلسته وخليته بهشكل هادة وخرت يعني انه وماته ورح ابدي على نار هادئة احاول احمسه او اطريه للتمر مثل ما نقول على مود يصير ويانا سهل انه نقدر نعجنه بايدينه ونشكله بالشكل اللي احنا نريده بقيت اقلبه على نار هادئة همشي النار تكون عندكم هادئة على مود ما يحترق ويصير بي طعم ما طيب النار هادئة وتبقون تقلبون به وتعجنوا بملعقة خشبية الى ان يصير وياكم بهالشكل هادة هسه رح نضيف اضافات تقدرون انتوا تغيرون بيها حسب رغبتكم شوية من الفستق الاخضر طبعا كليته مكسر مثل ما تشوفون شوية من الجوز شوية من السمسم من كل شي انا تقريبا ضفت كوب هسه رح نضيف كوب من الراشي او الطحينة على مود تسهل علينا العجن مادة الحلاوة وبنفس الوقت رح تنطيف ادنكها كلش كلش طيبة ورح نضيف ايضا ملعقة طعام مليانة من الهيل المطحون هسه كل الاضافات ضفناها رح نبدي هسه نعجن الحلاوة مالتنة او العجينة مالتنة الى ان تتلابس ادنك كل المكونات وصير قطعة وحدة بقيت اقلب بيها وعلى نار هادئة ارجع واكد النار مالتكم لازم تكون هادئة بقيت اعجن بالعجينة مالت التمر او الحلاوة الى ان تلابست وصارت ويانة بهشكل هاذا طبعا طعمها ريحتها خرافية هسه رح نجي لطريقة التشكيل طبعا طريقة التشكيل انتو مخيرين بيها اما سوون مثل ما انا دا اسوي يعني تكون حلاوة التمر قطعة وحدة وانقسمها الى يعني مربعات او مثلا كاروهات قصة البقلة واش تحبون تسموها او اذا حبيتوا تسووها كرات وتزينوها بالسمسم برش جوز الهند بالمكسرات حسب رغبتكم بما انه احنا رمضان اللي فات بسلامة سوينا كرات التمر يعني سوينا حلاوة التمر على شكل كرات فخلي هالسنة شوية نغير ونسوي هذا الشكل الحلو مثل ما شفته جبت صحن كبير وباستخدام الملعقة رتبت الحلاوة وساويت السطح على شكل دائرة بهالشكل هذا بعدين ضفت على سطح الحلاوة شوية من السمسم بهالشكل ورح ابدي اضغط علي ضغطة بسيطة بس على مود يعني يلتصق بسطح الحلاوة ورح نبدي انقطعها بهالشكل هذا اشكال هندسية طبعا انتو غير ملزمين انو تقطعون نفس التقطيع تقدرون تقطعوها حسب الشكل اللي يعجبكم انا فقط انطيكم فكرة وقالكم حرية الاختيار طبعا حلاوة التمر من الاشياء الاساسية اللي لازم تكون موجودة على الفطور اما يسووها بهالشكل هذا او اكو ناس يعني تحب تاكل التمر مباشرة او تخلي بيه مكسرات او مثلا تستخدم القمر الدين احنا بالنسبة اننا دائما نغير بهاي الاشياء على مود يعني تكون السفرة مالتنا دائما متجددة لكن اكيد ما تخلى من حلاوة التمر كل بيت طبعا وكل محافظة لهاي اضافات خاصة لهاي الحلاوة تستخدم نوعيات معينة من التمر مثلا بالمدقوقة اكو نوعيات معينة فقط حصرا بالمدقوقة نستخدمها كلها خير وبركة وكل الطرق طيبة فان شاء الله تجربون هاي الطريقة وان شاء الله تعكلوها بألف صحة وعافية دا اشوفكم اهنا طريقة التقطيع بالتفصيل مثل ما قلت لكم اذا حبيتوا تسووها لكم حرية الاختيار حبيتوا تقطعوها بطريقة ابسط ايضا لكم حرية الاختيار حبيت اليوم اشاركوا اياكم هاي التشكيلة لانه شكلها كلش حلو يطلع وحتى يعني اذا مثلا رحتوا خطار وسويتوها ورتبتوها واخذتوها وياكم شكلها جدا حلو طعمها كلش كلش طيب طبعا نفس هاي العجينة تقدرون تسوها على شكل كرات وتحشون بيها الكليتشة تطلع كلش طيبة او مثل ما قلت لكم بالنسبة للإضافات اللي بداخل الحلاوة مثلا الفستق والجوز يعني السمسم هاي شغلات تقدرون تتحكمون بكميتها نوعيتها تشيلون شي نضيفون شي حسب رغبتكم اهنا كملت التقطيع بعدين رجعت ساويت الحافات مالتها ورح ازينها بشوية من الجوز والفستق وتكونوا يانا جاهزة وهذه حلاوتنا الطيبة صارت جاهزة ان شاء الله تجربوها اصدقائي وتاكلوها ويا احبابكم بألف صحة وعافية اللهم بلغنا رمضان وعيد علينا وعلى احبابنا وعلى كل الناس في كل بقاع العالم وكل من قال آمين بالخير والصحة والعافية والبركة جنبنا يا ربي شر المرض وشر الحروب وشر قلة الامن وقلة العافية باركنا يا ربي واجعلنا من عتقائك من النار واخفرنا يا ربي ورحمنا برحمتك الواسعة وصلنا النهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم يا ربي تكون الوصفة عجبتكم وحبيتوها اشكر دائما متابعتكم وإلى اللقاء براون لouleaux براون للمشوء براون للمشوء